نبدأ بملف الأهل الأسوان زي ما قلت قبل الفصل المباراة مهمة جدا لأسباب كتيرة واحد طبعا أنك أنت تحفز على صدارة جدول الترتيب اللي ما زلت بتتمتع بيها رغم أنك أنت طبعا ملعبتش غير 15 مباراة وبالتالي مهمة أنك أنت ترجع بتلاتة بونت مهمة كمان أو صعبة من ناحية التوقيت أنت الغاية دلوقتي في فبراير بس تلعب خمس مطشاط كلهم مطشاط دولية مع بطل أوروبا ومع بطل أمريكا الشمالية ومع بطل كونكاكاف وبع بطل أوكيانوس وبالتالي ومع بطل السودان فبالتالي لعب خمس مطشاط بالتأكيد خدوا من تركيز ومن مجهود ومن المخزون البدن اللعيبة كتير جدا وعندك رايح لموقع يوم السبت في منتعة الأهمية ومع فريق من قطع الفرق في أفريقيا سانداونز فبالتالي مطش بكرة في غاية الصعوبة وغاية الأهمية خلينا نتكلم على مشوار الأهلي في دوري ومشوار الأهلي في دوري الأبطال مع نجم حلقتنا النهاردة اللي مشرفنا طبعا في السادسة إسكندراني جدع أحمد عادل جابتنا أحمد مساء الخير حبيب السيد أحمد وسعيد جدا وأنا موجود مع حضرتك جاينا مسكندرية آه يعني بين إسكندرية وبنقار منور الدنيا دايما هنا ولا هناك منور الدنيا يعني كنت بقول مطش أسوان مطش صعب يعني كتير من الناس ممكن تقول لك لا دي بروفة سهلة أو فرقة على رغم أنه أسوان السندي بصراحة وبالذات مع كابتن أيمان رمادي عاملين شغل كويس جدا وبالتالي ممكن أبقى ما بليخش لو قلت أنه أسوان اللي نشوفه نسخة الدولي السندي غير كل أسوان اللي ظهر قبل كده في مسابقات الدولي لا قلنا نكلم عن فريق أسوان لا فريق جيد فريق عنده شخصية مع كابتن أيمان رمادي بيقدر بشكل جيد وخصوصا مع الفرق الكبيرة بيقدر يقدر يقدر بشكل جيد فريق منظم لكن أنا بشوف صعوبة المغارف توقيتها حتى على النادي الأهلي التوقيت اللي هو الساعة 3 الضهر فممكن مع كتر السفر زي ما حضرتك أشرت للمجهود البدني والسفر الكتير حتى في شاركة النادي الأهلي في طول الكاسعام الأندية والسفر والرجوع وأنه يقعد يومين في مصر وبعد كده يطلع على السودان أعتقد أن مستر كولر في المباراة دي أتمنى أتمنى أنه يعمل عملية روتشن روتشن لبعض اللعيب اللي هي ما بتشاركش وخصوصا هنتكلم مش مش هنقول ما بتشاركش لكن مهم جدا يدفع بعناصر غير اللي كانت موجودة الفترة الأخيرة